السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على احلى مشاهدين النهاردة هنعمل وصفة عصير كده سهل وسريع ومحبوب وكله بيسأل عليهم هنعمل مع بعض عصير بسكوت الأوريو وبيكون عصير سائع وطعمه بيبقى طحفة نصلي سوا على رسول الله اللهم نصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللي حابب يعمل لايك واللي لسه مشتركش في القناة ان شاء الله يشترك ودروقتي اقول لكم كوناته ايه عندنا لبن سائع شوية سكر شوكولاتة مبشورة باكو فانيليا على حسب الرغبة باكوين ثلاثة من الأوريو وشوية شوكولاتة مكسرة كده علشان نزوئ بيها في الاول احنا هناخد بقى المكونات بتاعتنا دي ونحطوهم حاجة حاجة كده مع بعض هافصل بس هحطوهم في الخلاط وشغلوا عشان بس الصوت وبعدين هرجعلكو تاني جازلكو تاني احلم شاهزين ولا اسهل من كده ولا ابسط من كده حاجة سريعة ومحبوبة جدا وكلنا بنحبها صغيرين او كبار بس بقى علشان بس الامنة انا في مكون نسيت احطو يعني معلقتين سكويك ضفتوهم على اللبن وانا باضربو في الخلاط علشان يبقى المكونات معاكم مضبوطها يلوقتي بقى اه وكمان السكر السكر اللي بيتحط ده على حسب الرغبة التحلية بالزابط ما ينفعش تبقى قعدة سابتة مع كل الناس في ناس مريضة وعندها سكر ممكن تبقى بتشيلو خالص او بتحط سكر ضايت في ناس ما بتحبش طعم السكر الكتير فالتحلية على حسب الرغبة دلوقتي بقى نحط شوية بسم الله على الوش الشوكولاتة المبشورة دي احلى حاجة في الحلويات بصراحة نتخلي الحاجات اللي بني عملها متفرقش حاجة خالص عن اللي بني نجيبه مبرا كل ما بتقطريها على فكرة على الوش كده هي قماتها الغذائية عالية وكمان ولادك يحبو حاجتك اكتر كل ما تحطرهم الشوكولاتة دي زيادة شوية كده بقى هم ضيف معانا ايه حتة شوكولاتة كده شوكولاتة بيضة جميلة على الوش يا رب الفيديو يكون عجبكو وترجعو له اكتر من مرة واللي حابب يعمل لايك والليس مشتركش ان شاء الله يشترك معنا شكو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة